رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزوحنا ارهب تحياتيكم اصدقائي المتابعة من قناة فوتر كوين اليوم بيتكوين اقفل تحت ترند الصعد اتكلمت عليه بالفيديوهات السابقة وبهالطريقة تشكل عندي نموذج الوتد الصعد اخبار ايجابية وكلام ايجابي من رئيس البنك الفيدرالي الامريكي وبنفس الوقت هذه الاخبار سلبية وطبعا غبوط عنيف متوقع لسوق العملات المشفرة ارمان باش فيديو اتمنى تضغط على زر الملايك تشترك بالقناة تفعل زر الجرس حتى وصلك كل جديد في عالم عملات رقمي لا تنسى انضمق على التليجرام ستلاقي الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بناء القناة خليكم معنا اصدقائي لبعد الاندرو طمازقائي رئيس البنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي سوق العملات المشفرة يحتاج الى التنظيم والتدقيق بشدة سوق عالي المخاطر لكن لا نريد خنق الابتكار ولا نريد حرم الامريكيين من تقنية البلوكتشاين كلام ايجابي لسوق العملات المشفرة وهو في نفس الوقت سلبي هذا الشي بيأكد زيادة التدقيق وضغوطات العقوبات على سوق العملات المشفرة بعد خطاب جيرم باول رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي قبل 24 ساعة شفنا انخفاض كبير بالبيتكويت وجميع الاسواق العالمية الدهب انخفض من 1850 الى 1810 وضمن زيقائي رئيس البنك الاحتياط الفيدرالي اكد ان رفع الفائدة مستمر ونسبة المصوطين على رفع الفائدة بنسبة 50 نقطة اساس ارتفعت الى 70% ونرفع بنسبة 50 نقطة اساس هذا الشي بيأدي الى انخفاض كبير بسوق العملات المشفرة والاسواق العالمية لازم نكون حذيرين جدا طبعا توقعات برفع بنسبة 50 نقطة اساس لكن ممكن يرفع بنسبة 75 نقطة اساس وكمان قال رئيس البنك الاحتياط الفيدرالي كلمة ممكن تأثر بشكل كبير على اسواق وتأثر على قرار رفع الفائدة في الايام القادمة قال رئيس البنك الاحتياط الفيدرالي طبعا احد الجالسين سأل رئيس البنك الاحتياط الفيدرالي سؤال مهم جدا قال له اذا تم رفع الفائدة اكثر من نطاق المصموح ممكن تصير اكثر من 2 مليون امريكي عاطل على العمل لكن الجواب الرئيس الامريكي كان صادم جدا قال له 2 مليون امريكي يكونون عاطلين عن العمل احسن من الامريكيين حاليين عندهم وظائف ليغسروا وظائفهم يعنى حد الان رئيس البنك الاحتياط الفيدرالي متمسك بقرار رفع الفائدة البيتكوين خفض وكسر منطقة 22 ألف دولار وتنجح عندي نموذج الوتد الصاعد نموذج الوتد الصاعد أصدقائي نهايته بتشكل عندي مواجهة هبوط حاليا هدف على البيتكوين على فريمي اليوم هو يلمس منطقة 20500 وممكن نكسر ونصل لمنطقة 20 ألف دولار عند مناطق تواجد موذج أبرج 200 لكن بما أنه إحنا كسرنا المربع يكننا عم نمشي فيه بشكل عرضي لمدة خمسة أيام هذا المربع كان خطير يأما بتم الإغلاق إلى الأعلى ونرتد إلى مناطق 25 ألف دولار يأما بنكسر إلى الأسفل وبتأكد عندي سببية البيتكوين وبينجح نموذج الوتد الصاعد حاليا هدف على البيتكوين هو مناطق 20500 سوق العملات المشفرة أصدقائي طبعا بما نعرف إذا بنخفض البيتكوين بنسبة 5% باقي العملات بنخفض بنسبة 20 و30% أنا حاليا ببدأ ابتعد عن سوق العملات المشفرة إلى حين وصولها إلى الدعم 20 ألف ما بين 20 ألف دولار إلى 20 ألف وخمسمية بهذه المناطق بقدر بدخل صفقات لونج بعملات ذات مشاريع قوية أهم هذه العملات أصدقائي عملات الذكاء الصناعي تتكلمت عليها بالفيديوهات الساقة مثل عملة أوشيان جي أرتي وأجيكس وطبعا أنا كما نفضل عملة الدايدكس يلي بتعمل ارتفاعات كبيرة في كل مرة بتوصل لدعم الـ 2 دولار عملة الدايدكس بقدر بستغلة ممكن تعمل معي 1 إكس إذا وصلت إلى منطقة الـ 4 دولار خلال الأيام القادمة لكن أولا ما بدخل صفقة لونج إلا عند وصول إلى منطقة الـ 20 ألف وخمسمية أصدقائكم وصلنا إلى هذه الفيديو أتمنى الفيديو يقوم بالعجابة لا تنسى تشترك بالقناة تفعز على الجرس تضغل على لايك حتى يوصلت كل جديد مع السلامة دمتم بخير